ما يحصل اليوم هو يدفع باتجاه تسليط الضغوط أكثر على السياسة الإيرانية أمس أكثر من 140 سنتر أمريكي وجهوا رسالة واضحة لوزير الخارجية بلينكين أنه شرط عدم الذهاب مع إيران للتفاوض حول النووي إلا بعد خروجها من العراق ومن سوريا ومن لبنان ومن اليمن ودول المنطقة لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أو العالم المتقدم أو المجتمع الدولي أن يسمح باستمرار هذا التمدد الإيراني وهو ليس تمدد اقتصادي وتعاون ثقافي وتكنولوجي مع الأسف هذا تمدد للحروب للعنف للقتل للجريمة المنظمة لتبيض الأموال للشركات الوهمية لنهب المليارات هذا عمل عصابات وليس عمل دولة متحضرة متمدنة إذن بقاء هذا النظام في إيران هذه الطبيعة اللي هي خارج القانون الدولي أعتقد لن يكون مسموح بالمستقبل